ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ثلثة قادمة من بيكين وعلامت نها أطنان من المواد الطبية من بينها جزء من طلبية اللقاحة التي كان المغرب قد طلبها من الصين وكان خالد أيت الطالب وزير الصحة أكد أن المغرب اقتنى حوالي 65 مليون جرعة من اللقاحين المضادين لفيروس كورونا لكل من سينوفارم وأسترازينيكا ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس وأمر بمجانيتها بهدف تأمين تغطية المغرب بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس التاجي والتحكم في انتشاره ولم تكشف الحكومة بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المسجد على الرغم من أن المملكة كانت من بين الدول الأولى في العالم التي أعلنت انخراطها مبكرا في الإعداد لستراتيجية تطعيم مواطنها ضد الوباء نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب